برنامج في المانيا بيوفر لك تذاكر الصفر زهابا وعيابا من وإلى دولة المانيا تحديدا مدينة ميونخ كمان بيوفر لك راتب شهري تمنمائة يورو بالاضافة ان هو بيوفر لك سكن مجاني. هل الكلام ده حقيقي? ايوة الكلام ده حقيقي وهتشوفه بنفسك وبعناك من على الموقع الرسمي الخاص بمعهد زي ما نشرح مع بعض في الفيديو بتاعنا فرصة تدريب داخلي مقدمة من معهد ماكس بلانك في دولة المانيا. اشرب معاكم يا دكتور المنح. وتعالى مع بعض نتعرف على مميزات وتفاصيل وتريد التعديم على الفرصة المقدمة من معهد ماكس بلانك الممولة بالكامل في دولة المانيا. يلا بينا. اهلا بيكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على برنامج ماكس بلانك في دولة المانيا. برنامج ممول بالكامل ولجميع الطلاب من جميع انحاء العالم وجميع الطلاب العرب. هنيجي ننزل مع بعض لتفاصيل الفرصة بتاعتنا. ويا ريت في ناية الفيديو ما تنساش تدعم نابل لايك. تعمل سبسكراب واشتراك في كنوات فاعل الجرس. علشان تتابع معنا كل ما يخص المنح. بالنسبة تفاصيل الفرصة بتاعتنا. فالدولة المستضيفة زي ما قلنا المانيا. تحديدا في مدينة ميونخ. والجهة المنحة هو معهد ماكس بلانك. مدة التدريب عشر اسابيع هيبدأ في منتصف شهر يونيو. وهينتهى في منتصف شهر سبتمبر. نوع التدريب ممول بالكامل. ويمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم وجميع الطلاب العرب طبعا ان هم يقدموا على الفرصة دي. كمان شهادة اللغة ليست الزمية. الفرصة دي موفرة لجميع الطلاب اللي بيدرسوا البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه. اخر معادلة قديم على الفرصة دي هيكون خمستاشر فبراير عشرين واحد وعشرين. طيب بالنسبة لمميزات الفرصة بتاعتنا للتمويل. زي ما قلت لك ان هما بيوفروا لك جميع تذكر السفر من وإلى دولة المانيا. بيوفر لك راتب شهر يصل الى تمنمية يورو. بيوفر لك السكن المجاني وكل الكلام اللي انا بقوله لك باللغة العربية. هنشوفه مع بعض من على الموقع الرسمي ولكن باللغة الانجلزية. طيب مين اللي يقدر يقدم على الفرصة دي? لو انت طالب مهتم بعلم الاحياء الكيميا علوم الكمبيوتر الرياضيات علم الاعصاب الفيزياء علم النفس اي مجال من المجالات دي او انت مهتم بالمجالات دي عموما فانت تقدر تقدم على الفرصة دي. كمان زي ما قلت لك ان طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه يقدروا يقدموا على الفرصة دي. كمان هو بيقول لك ان فيه انشطة تانية هتكون خلال فترة التدريب. يعني لما هما يعملوا انشطة اجتماعية او حفلات تخص المختبر او اي انشطة رياضية فانت بتقدر تشارك فيها ومجانا. طيب ايه هي المستندات المطلوبة منك للتقديم على الفرصة دي? طالب منك السيرة الزاتية وانا هنا سايب لك فيه شرح طريقة كتابة السيرة الزاتية بطريقة احترافية اكاديمية. وكمان فيه مثال بتقدر من خلاله تعرف ازا يتعمل سيرة الزاتية او اللي هو طالب منك صورة من شهادة تخرج ده بحالة ان انت تخرجت لو معك الشهادة بترفقه يعني ان وجد. لو مش معك ما فيش اي مشكلة. طالب منك صورة من بيان درجات بالنسبة للسانوات السابقة فانت بترفق له بيان درجات. وكمان بترفق له اثبات كتوضع فيه انت في اي صف من الدراسة بتاعتك. كمان طالب منك الخطاب توصية وبالنسبة لخطاب التوصية ده فانت بتدخل بيانات الشخص الواصي عليك يعني الشخص اللي هيكتب له خطاب توصية بتدخل بياناته. كمان بيطلب منك الخطاب التحفيزي. وده انت هتكتبه في معايا زي ما هنشرح مع بعض. وطالب منك لو معاك شهادة اثبات لغة فانت بترفق له لو مش معك عادي بتملأ بتاعك عادي جدا. وهنتعرف على كل التفاصيل دي مع بعض واحنا بنملك بتاعنا. هنيجي مع بعض دلوقتي نضغط على الموقع الرسمي للفرصة. هتفتح معاك الصفحة دي. هنا فتحت معاك الصفحة. طبعا بيقول لك ماكس بلانك سمر انترنشيب بروجرام. هتيجي تنزل معايا هنا. هتيجي هنا في طبعا هنا بيفتح لك اللابس اللي انت ممكن تتدرب فيها. هنا بيقول لك مين اللي يقدر يقدم زي ما ذكرت لك الناس المهتمة كل الحاجات دي انا بورها لك علشان تقراها بنفسك مع الموقع الرسمي الخاص بالفرصة. هنا بيقول لك ركز معايا بيقول لك هنا يعني سكن مجاني يعني بيقول لك راتب شهري تمنمية يورو في الشهر. كمان هنا بيقول لك بالنسبة اللي اللي هو بيغطي لك تكليف الصفر. من وإلى مدينة ميونخ. هنا بعد كده بالنسبة بالنسبة هنا هتلاقي التواريخ الخاصة بتاعك. بتلاقي هنا الاوراق او المسندات اللي انا شرحتها لك. كمان انت هنا بيقول لك هنا بيقول لك ان الناس اللي هتقدم على فرصة دي لازم هما يتكلموا مع شخص. الشخص ده يكتب لهم خطب توصية. يعني يكون استاذ جامعي او شخص على معرفة او علاقة قويسة بيك. يعرفك قويس. علشان خاطر لما يجي يكتب عنك يكتب كلام. الكلام ده يكون داعم ليك ويخلي ليك فرصة كبيرة في القبول. طبعا هنا بيقول لك البروسيس اللي انت هتمشي عليها عشان تملى بتعمل بتكتب بيانات عن الشخص اللي هكتب لك توصيع. بتعمل بترفع المسندات بتاعتك وبتعمل صبمت ده اللي انا هشرحولك في الفيديو. طبعا انت هنا بيقول لك لما انت عايز تقرع عنها. زي ما قلت لك ان هي بتبدأ في منتصف شهر يونيو بتنتهي في منتصف شهر سبتمبر. هنا هتلاقي كل حاجة على الموقع الرسمي الخاص بالفرصة لو انت عايز تشوف الحاجات دي بنفسك. طيب انت عايز تجي تقدم على الفرصة دي هتعمل ايه? هتيجي هنا معي عند هتضغط هنا على هتفتح معاك الصفحة اللي انت شايفها قدامك دي. بتيجي هنا عندي بتضغط عليها بتفتح معاك الصفحة اللي انت شايفها هنا بيقول لك بكل بساطة بتيجي هنا بتكتب ده. انت مسلا بتكتب اسمك وارقام اسمك وعلامات زي ما انت عايز ده الخاص بيك بتكتبه براحتك الايميل ادرس بتكتب بريد الالكتروني الخاص بيك بتكتب اسمك الاول اسمك الرابع بتعمل تشك عن مربع ده بتعمل تشك هنا عن مربع ده بتعمل بعد ما عمل بتروح على البريد الالكتروني بتاعك بتلاقي في اللينك اتبعات لك بتضغط على اللينك ده بعد كده بدخلك على الصفحة دي طبعا خلال الصفحة دي انت هنا بتلاقي هنا طبعا بيطلب منك ان انت تكتب وبتكتب الباسورد مرة تانية بعد كده هنا بيقول لك اللغة بتاعت التواصل المفضلة بالنسبة لك فانت هنا ممكن تختار اللغة الانجلزية لو انت مش على دراية باللغة الالمانية بعد كده بتضغط عليك وبيبدأ يفتح معاك بتاعك زي ما انت هتشوف معايا دلوقتي بالزبط هنا طبعا بتلاقي بتاعك انت بيكون هو هنا بيقول لك اسمك واسمك الرابع البريد الالكتروني بتاعك طبعا هنا بيقول لي يعني لسه ما عملتش تأكيد طيب هنا طبعا بيدي لك هنا شوية نعلومات يقول لك التهديم والحاجات دي كلها لو انت عايز تقراها بتقراها طبعا بيقول لك الملفات اللي انت ترفقها له المساندات لازم تكون بصيغة طيب هنيجي مع بعض هنا اول حاجة هنضغط على في الجزء الخاص انت هتعمل ايه بتدخل بيانات عن شخص هكتب له خطب توصية بتيجي هنا في بتفتح السهم وبتبدأ تختار المسمى بتاعه ازا كان او ايا كان بتبدأ تختار بعد كده بتكتب اسمه الرابع اللي هو اسم العائلة الخاص بي واسمه هو وهنا عنوان الجامعة اللي بيشتغل فيها او المكان اللي بيشتغل فيه هنا بتكتب رقم تليفونه البريد اللي اكتروني الخاص بي وبعد كده بتضغط على ليه بتضغط على علشان خاطر بعد ما تنبه بتاعك طبعا المنحة دي او الفرصة دي هتبعد ايميل للشخص اللي انت كتبت بياناته هيقول له ان الطالب فلان قدم معنا ودخل بياناتك علشان تكتبه خطاب توصية فطبعا هو هيبدأ يكتب ليه خطاب توصية بعد كده بتضغط على وبتيجي في الجزء التاني وهو في بتيجي تضغط على طبعا هنا بتدخل بتاعك بتفتح سمس اختار سوء زكرة ام انسة بعد كده هنا بيقول لك تاريخ الملاد بتاعك والجنسية بتاعتك بعد كده هنا بيقول لك بتاعك طبعا بتبدأ ترفق له السيرة الزاتية بتاعتك وخلي بالك هو هنا كاتب لك يعني باللغة انجليزية بعد كده هنا بيقول لك هل انت عايز تظهر الصورة بتاعتك لو انت عايز بتختار ياس لو لا بتختار نو ده سؤال عادي جدا يرجع لك بعد كده هتضغط على بعد كده بتيجي في الجزء التالت الخاص في الجزء الخاص هنا بكل اختصار بتدخل معلومات عن التعليم بتاعك سواء انت حاليا طالب جامعي سواء انت خلصت الجامعة بتاعتك وبتدرس بتبدأ تدخل معلومات عن الدراسة بتاعتك حاليا طبعا هنا لو انت كنت شاركت في اي تدريبات فانت بتبدأ هنا ترفق لمستندات بالتدريبات اللي انت حصلت عليها بعد كده بتيجي هنا بتضغط على وبتدخل في الجزء الرابع من وهو وهنا طبعا بيكون مهتم بالحاجة اللي انت عايز تشغل عليها بتاعك او انت بتفضل ايه طبعا هنا بتيجي بيقول لك بتبدأ هنا تفتح السن وبتختار المناسب بالنسبة لك او اللي عايز تشتغل او تتضرب عليه طبعا هنا بيدي لك زي روابات هنا بيقول لك تبدأ تختار هنا اللي انت عايزه او شايفه مناسب ليك وهنا بعد كده هنا بيقول لك هو هنا بيدي لك شوية اختيارات بيقول لك انت عايز تكون في اي من دولا بعد كده هنا بتيجي معايا بيقول لك لو انت عندك رغبة ان انت تختار تاني فانت هنا بتيجي بتختار ياسو بتبدأ تختار زي ما انت اخترت هنا في الاختيار الاول وطبعا انت هنا بعد ما بتختار المفضل بالنسبة لك هو هنا بيقول لك اكتب له فيما لا يزيد عن الف حرف انت ليه اختار جروب دي بعد كده بتيجي هنا في الجزء الخاص طبعا بتكتب هنا الخطاب التحفيز الخاص بي هنا بيقول لك اكتب له هنا انت ليه عايز تشارك في برنامج كمان انت ليه معتقد ان البرنامج ده مهم بالنسبة لك البرنامج ده هيكون مفيد بالنسبة لك في ايه في المستابل طبعا بتبدأ تكتب له هنا فيما لا يزيد عن اربع تلاف حرف بعد كده هنا بيقول لك بالنسبة للرسيرش طبك بتاعك بيقول لك طبعا لو انت شغال على اي في الدراسة بتاعتك وليها علاقة بالموضوع اللي انت همقدم عليه في التدريب ده ياريت تدخله بيانات عنها هنا بعد كده هنا بتيجي بكل بساطة لو عندك اكتر من يعني تاني تالت رابع تيجي هنا تختار ياسو بتبدأ تدخل له معلومات عن ده لو ما عندكش خلاص بتدخل له معلومات عن واحد لو ما عندكش اي حاجة عن خالص خلاص بتسيب الجزء ده فاضي بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي معايا بندخل على الجزء اللي بعد كده بتاعنا هو الجزء الخاص هنا انت طبعا لو حصلت على اي انجازات او اي منح دراسية فانت هنا بتيجي تختار ياسو طبعا هنا بيقول انت هنا اكتب لوصف عن الانجاز اللي انت حققته او المنحة اللي انت حصلت عليها ارفع له او مستند يدل على الانجاز اللي انت حققته او المنحة اللي انت حصلت عليها طبعا هنا انت بعد كده لو حصلت على اي انجازات تانية او حصلت على اي منح اخرى تيجي هنا تختار ياسو بتبدأ تدخل له بيانات عنها لو لا خلاص بتسيبها فاضية طبعا لو انت ما حصلتش على اي انجاز او منحة فانت هنا مش بتختار ياسو اتوقع ان اي حد بتفرج على الفيديو عنده انجازه حتى لو انت شايفه صغير بالنسبة لك اكتبه بتاعك لانه هيفرق معاك جدا. بعد كده هتيجي تضغط على بعد كده هتيجي تضغط على الجزء الخاص بالانجلس انت هنا بتيجي في الجزء الاول هنا بتضغط عليها تيجي هنا بتفتح السهم معايا بيقول لك فانا هاختاري الاختيار التاني لان اللغة الاساسية في الدولة بتاعتها هي اللغة العربية بعد كده هنا بيجي يحمل وبعد كده يسألك شوية اسئلة بيقول لك انت هنا ممكن تختار من الاختيارات دي. لو انت مسلا كنت بتتعلم باللغة الانجليزية او مرست اللغة الانجليزية في درجة البكالوريوس بتاعتك او ايا كانت الحالة بتطبع عليك بتبدأ هنا تقرأ الحاجات الموجودة هنا وبتبدأ طبعا تختار واحدة منهم تبقا للحاجة اللي بتتوافق معك. يعني مسلا هنا يعني انا مسلا قضيت فترة هنا من سبعة الى اتناشر شهر في دولة بتتحدث باللغة الانجليزية. مسلا انت هنا كان عندك يعني كان الاكاديميك او تدريب بتاعك باللغة الانجليزية. لو انت ما فيش اي خيار من دولة من اللي فوق فانت هنا بتيجي طبعا تضغط على بعد كده هنا بيقول لك طبعا لو انت عندك شهادة لغة فانت هنا لو عندك بتقول له طبعا بتبدأ تختارها ودخلوا معلومات عن الشهادة اللي انت حصلت عليها لكن لو انت ما حصلتش على شهادة لغة فانت هنا بتيجي بتختار بعد كده بيفتح لك الخانة دي بيقول لك فانت هنا ممكن تقول له انت مرسل انجليزي ازاي في حياتك ممكن تقول له ان انت استخدمت اللغة الانجليزية كلغة دراسة مثلا في الجامعة بتاعتك وهكذا كل واحد بيكتب من وجه نظره بعد كده بتيجي هنا طبعا بيقول لك لو انت معك او اخدت اي امتحان من الامتحانات اللي هي ازاي او طبعا انت هنا بتيجي تختار له نوع الامتحان ده وبدخلوا بيانات عنه لو لا خلاص بتسيبه فاضي وبعد كده بتضغط على سيف وبعد كده بتيجي في الجزء الاخير من بتاعنا هو طبعا هنا بيقول لك انت ازاي عرفت عن مؤسسة دي فانت طبعا بتيجي هنا بتختار اي اختهار من دولا بعد كده طبعا بتيجي بتعمل تشك على المربع دي اللي هي بتوافق على والترمز الخاصة بهم بعد كده بتضغط على وبعد كده هتلاقي زرار ظهر معاك طبعا انا ما ملتش فزرار مش هزهر معايا انت هنا بعد ما بتخلص ما تنساش ان انت تضغط على ما تنساش النقطة دي بعد كده هتلاقي سيف هتضغط على وكمان فرص التدريب دي ما فاش اي رسوم يعني انت بتقدم عليها مجانة وبكده انا هكون خلصت شرح طريق التعديم على الفرصة المجدينية المقدمة من مؤسسة بلانك اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط ولو لسه عند غير سبسارة اي سؤال ممكن نسيبه في كومنتات واحنا هنرد عليه وقاليته ان نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك تعمل سبسكراه واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع معنا كل ما خص الملح وشكرا